يعني إخواننا العرب اللي بيسمعونا الطماع أهل الطمع دائما ثروتهم وممتلكاتهم قليلة في أعينهم حتى ولو كانت كثيرة بالفعل هذه معنى الطماع دايما كوموا شوي وكانوا يقولون برضو الطمع جشع ولله ضر من قال وفي الدنيا فلا تطمع فقير كل من يقنع غني فقير كل من يطمع غني كل من يقنع كل واحد عنده قناعة ده غني حتى ولو كان فقير وكل واحد من أهل الطمع فقير حتى لو كان من أهل الغنى والعياذ بالله فالطمع جشع وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وخدوا من حضراتكم الطمع صفة متأصلة في بني آدم ولكن فيه من البني آدمين من يعني يقوي هذه الصفة وينمي هذه الصفة وفيه من يكبت هذه الصفة سيدنا النبي أشار إلى هذا في حديث قال صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له ثاني ولو كان له وديان أيوة لو كان له وديان لتمنى أن يكون له ثالث وهكذا ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تب وفعلا سبحان الله الطمع جشع فاللي ود قبيل في مشكلة وأوصله إلى القتل وسفك الدم هو الطمع تطمع ليه أدي واحد المرض الثاني اللي كان عندي قبيل اللي خده من إبليس زي ما قلنا الكبر ليه تتكبر لله ضر من قال الكبرياء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال زرات من كبر فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعلوه حسنا يبقى كده مهندم وشيك كده فسيدنا النبي قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس يعني كره الحق واستحقار الناس فالكبرياء ده يعني مشكلة كبيرة أما ليه يا مظهر الكبر إعجابا بصورته انظر خلاك فإن النتنى تسريب لو شعر الناس بما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب فقبيل إيه اللي حصل إن طمع في رزق أيوا وفي فضل الله لأخيه هابيل وده ندى بنادي على الإخوة الأشقاء خاصة دلوقت ليه تنظر للنفئد أخوك اللي أعطاه يعطيك تمنى له الخير والإخوة أهل الثراء ومن منى الله عليهم لا تنسوا إخوانكم وأحبابكم وأهاليكم أما ليه والشجرة اللي ما تضللش على أهلها يستحل أطعاها أما ليه سبحان الله واللي ما نوش خير في أهله ما نوش خير في حد فقبيل كان عنده مرض اسمه الطمع وعنده مرض اسمه الكبر أما ليه وعنده مرض اسمه العناد معاند حتى في أحكام الله فسيدنا آدم قال لهم خلاص نتحاكم إلى الله كل منكم يقرب قربانا كل واحد يقدم حاجة رب فقبيل قدم أسوأ ما عنده من الزرع وهبيل قدم أفضل ما عنده من الضرع من الماشية فتقبل الله الماشية من هبيل ولم يتقبل الزرع من قبيل وكانت ديك علامة وكانت العلامة الفاصلة فهل قبيل وافئ هل ردغ للحق هل وافق لا 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 معاند في ناس معاندين كده تقول له قال الله قال الرسول هو بعاند وربنا ذكرهم في أي واضحة في القرآن لأن العبرة في القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أما ليه قال تعالى وإذا قيل له اتق الله عناده وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإف فحسبوه جهنم ولا بئس المهات مالي فلما تقبل الله من هبيل ولم يتقبل من قبيل قبيل جاب آخره قال بس خلاص ما فيش قدامي إلا إن أنا أنهي حياة هبيل من قدامي أشيله من قدامي فيه ناس بفكروا التفكير ده في حياتنا قافي أو الله الطمع ممكن يخلي الأخ يقتل أخوه زي ما حصل من قبيل لهبيل الطمع ممكن يخلي أخ أو صديقي يضمر حياة صديقه أو الله الكبر ممكن يخلي واحد يقتل واحد أما ليه وعود للحلقات أنا بس يعني إيه بربط الحلقتين ببعض بس طب وبعدين قال إنما يتقبل الله من المتقين برضو هبيل يعني أرجع الحق إلى الله قال له أنا مليش علاق ربنا هو الذي يتقبل من المتقين يعني عايز يقول له كنت أتمنى أن تكون معي من المتقين سبحان الله يا أخي لئن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسطي يدي إليك لأقتلك وده مش ضعف مني إني أخاف الله رب العالمين اللي يخاف ربنا هو اللي قوي اللي عمل حسابه يوم الحساب هو ده اللي قوي اللي يتحكم في نفسه هو ده اللي قوي ليه يا هبيل إني أريد أنت طالما أنت مصمم بقى للقتل والسفك والطمع والجشع والحرص إني أريد أن تبقى يعني تعترف وتحتمل وتحاسب أيوة بإثمي وإثمك طب إسم قبيل الحرص والكبر والحقد وبعد شوية القتل إنما إثم هبيل إيه؟ إثم هبيل ما هو الإسم إما مني وإما علي فهبيل ما فيش منه إثم فيش منه ذنب يعني إثم يعني ذنب طيب إنما الإثم هنا على هبيل يعني أنت كده هتبوء بإثمي اللي أنت وقعته علي وإثمك وإثمك اللي هي نيتك اللي هو تبييتك الشر اللي هو الحرص اللي هو الحقد اللي هو الحسد اللي هو الطمع اللي هو الكبر لأن برضو كان قبيل ورس أو أخذ من إبليس الحسد والعيد بالله حسد يود فين اللهم احفظنا من كل حسد وحسدة يا رب العالمين ولنا مع الحسد لقاءات بإذن الله